بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اخترت درسكن درس الجالفان اكسل. اول جزء منه. اللي هو بتعلق بالاكسيديشن نمبر بالاكسيديشن هاف رياكشن. فاول فكرة بهذا الفيديو انه تعرفوا تطلعوا الاكسيديشن نمبر. مسلا نقول عندي اتش تو اس او فور. ما حدا يخاف. يعني اول شي بيكون ايلي بالجيفن. انه هي بلاس وان. بيكون ايلي هي ماينس تو. طيب هو ما حدا يخاف منهم. هو لي هو بيعطيك لهم ما بيخليك تتحزر بالشهادة. فشو بيبقى عندي? بيبقى عندي انا اطلع الاكسيديشن نمبر للسالفر. فانا بقل له عم نحكي عن مين الاكسيديشن نمبر رحمه. فشو بقل له? انا كيف بطلع الاكسيديشن نمبر للسالفر? انا عندي الهايدرجن عنده تو هون. بعمل تو ضرب بلاس وان. ضرب الاكسيديشن نمبر. بلاس. السالفر قدي هوني وان عندي. وان. ضرب اكس يعني اكس. بلاس. الاكسيديشن عنده اربع. اربع. بضربها بالاكسيديشن نمبر اللي الى ماينس تو. لازم كلهم الكمباون دايما بيكون الاكسيديشن نمبر اللي الو زيرو. الا از اعطاني هو هوني ايون. از اعطاني بلاس وان ماينس وان فبحط انا حسب شو الجوا. لانه ما اعطاني شي من فوق. معناته هيدا بيكون زير. فانا بشتغل عادي كالكوليشن. عندي بلاس تو بلاس اكس. ماينس ايت ايكول لا زيرو. اكس ايكول. بجيب هديك لاتنان على الميل التاني. بتصير ايت ماينس تو. اكس ايكول سيكس. هيك بتكون الاكسيديشن نمبر للسالفر هي سيكس. في عندي واحدة تانية. مثلا نقول اس او فور. فهو بيكون عاطيني انه الاكسيديشن نمبر للاكسيديشن ماينس تو. انا بقل له الاكسيديشن نمبر للسالفر هي اكس. فكيف بحله. انا عندي وان هون. وان. ضرب الاكسيديشن نمبر اللي هو اكس. بطلع اكس. نجمة. هون الاكسيديشن اربع. عندي اربع اكسجن. ضرب هي ماينس تو. الا اديك بتكون كلها مع بعضها. ايكوال لزيرو. ايكوال لزيرو. فبصير عندي اكس. ماينس ايت ايكوال لزيرو. يعني اكس ايكوال اي. فالاكسيديشن نامبر للصالفر طلعت هون ايت. غير مسلا هون. حسب الصالفر موجودة بايا كومباون. في عندي مسلا نقول بي او فور. وهنا حاطط لي ثري ماينس. محدد لي هون. ثري ماينس هي لأيها كلها. فبيكون عاطيني بالقيفن الاكسيديشن نامبر اوف اكسجن هي ماينس تو. وقالكم طلعوا الاكسيديشن نامبر للبي. للفوسفرس. فشو بيطلع عندي انا هون. هاي الفوسفرس واحد. فواحد ضرب اكس اكس. زائد. عندي هون الاكسيديشن اربع. بضربها بالاكسيديشن نامبر اللي هي ناقص اتنين. ايكوال قدي لازم يكون. احنا اتفقنا بتكون كلها ايكوال لزيرو. الا ازا عطاني ايهم من فوق. ايكوال ماينس ثري. فبيصير عندي اكس. بضربهم يطلع ماينس ايت ايكوال ماينس ثري. اكس ايكوال ماينس ثري. ماينس ايت بجيبها لهم بلوس ايت. اكس ايكوال لفايف. فالاكسيديشن نامبر الاكسيديشن هي ماينس تو. هاي بعتبرها اكس. بدي اطلع الاكسيديشن نامبر لالا. انا شو فيه عندي? عندي ايكو اف اي بضربها بالاكسيديشن نامبر بالايكس زائد. تلاتة اكسيديشن بالاكسيديشن نامبر بضربها ايكوال لقدية. لانه ما عطاني. ايهم من فوق معناتها ايكوال لزيرو. فبصير عندي مينس سيكس ايقوال زيرو اكس ايقوال سيكس اكس ايقوال سيكس اوور تو اكس ايقوال ثري. صارت كالكوليشن بالمطق. فالاكسيديشن نمبر للأفي سري. هلأ رح نتقل هايك طلعت مسلا كل واحدة لحال. رح نتقل حطه مسلا بقلب وكيف نطلع لأينهم. طيب. عنا هايدي فالاكسيديشن نمبر ليش انا بيهتم بالاكسيديشن نمبر لحتى أعرف لأنه بيسألني سؤال هو Is this reaction هي Redox reaction أو ممكن يقللي Oxidation Reduction بما أنه حطللي Plus هون الأكسيديشن نمبر اللي إلا بتكون Plus 1 بما أنه حطللي Minus هون فالاكسيديشن نمبر للبي ار هي ماينس ون. بما انه هون ما حد شيء. فبيكون الالمنت لحاله دايما سفر. فالاكسيديشن نمبر اللي ايله زيرو. هون بي ار تو كمان لحاله يعني البي ار لحاله. فمعناتها سفر. هيك طلعت اكسيديشن نمبر لهاي. اكزامبل تاني. مثلا عندي هيدا الرياكشن. لأي قال شو الاكسيديشن نمبر اللي ايله لانه لحالة زيرو. كمان صح السيو لحالة بسوه محددلي. انه عندها شو الاكسيديشن نمبر بلاس تو. هون الال كمان لحالة بسوها بحدد. الاكسيديشن نمبر لاله بلاس ثري. السيو هون لحالة مش محددلي. فبتكون زيرو. اكزامبل تاني. هون بهيدا السؤال شو قال لي? عطاني هالرياكشن. كمان. قال لي شو ذات. بسوه شو عامل. قال لي بلقي ذن. قال لي ذا اكسيديشن نمبر اف سي قال هي ماينس ون. ما تخافوا. ما بيخلينا نتحذر. بش هادي ما بيخلونا نتحذر. حتى وقت بيغشونا يعني. بيكون جواب السؤال فواني تحت. فالاكسيديشن نمبر لان اي. لانه لحالة زيرو. كمان سي قال زيرو. الان اي ما بعرف قديش. لانه مش لحالة. بس السي قال عطاني الاكسيديشن نمبر لاله ماينس. فمنعتبر الان اي هي اكس. فكيف بحلالهاي؟ انا بعرف انه كلها مع بعضة هي قدي. زيرو. ضرب الاوكسيديشن نمبر يعني اكس. السي قال كمانة وان. ضرب الاوكسيديشن نمبر لاله. يعني انا مجمع. وان ضرب الاوكسيديشن نمبر ماينس وانVEsters لي zero. فاكس. وان درب ماينس وان. ماينس وانأ regular zero. اكس اي cancelled للا plus one. حتى المعنية الان اي. شو صارت محل الاكسي؟ بد يحط. plus one. معي هيدا الإكزامبل. رح اكتفي بهذا الإكزامبل بس يعني هو لحتى نكمل السؤال. لانه لما يقل لي هو مش بس بطلع فيه برهنة بعد. بس انا حاولت بهيداك هيداك الصفحة انه بس لكم كيف تطلع قام هو بش هيدا عطاني هاي الاكواشن او هاي الرياكشن وقال لي الاكواشن هي ماينس تو. اتفقنا انه ما بيحزرني. انا لحتى اطلع ازا هيدا الرياكشن شو بدي طلع اوكسيديشن نمبر. فالامجي لانه لحالة اوكسيديشن نمبر لقى زيرو. طيب هون عندي اف هي دي اف اي عفوان اف اي تو. الاكسيجين انا عارف انه هي ماينس تو. الاف اي ما عارفتها بحطة اكس. طيب كيف بعرف انا الاكس قديش? لازم حدد الاكسيديشن نمبر لقلهم كلهم. هون شو بدي اعمل? كلنا مع بعضة قديش اتفقنا نحنا? سفر. الاف اي مش عارفتها اعداد? فانا بحط. تو ضرب اكس زائد. تلاتي ضرب اكسيديشن نمبر. تلاتي ضرب اكسيديشن نمبر ايك وال زيرو. فبيطلع عندي. تو اكس و أكس و استود طلع معي. الاكسيديشن نمبر للاكسيديشن هي بلاس ثري والأكسيديشن نمبر للأكسيجن عطاني إياها ماينس تو طيب فإيون لحالة فالأكسيديشن نمبر لألة سفر كمان مجي أو هو بس عطاني الأو ما عطاني الأم جي فمعناته هو عم بيقول لي الأو هي ماينس تو عم بيقول لي طلع الأم جي نعتبرها مثلا واي لأنه أخدت أكس هون ولولة واي هي الأكسيديشن نمبر أوف أم جي نفس الكالكوليشن بدي أشتغل أنا عندي الأم جي عندي واحد هون فواحد ضرب الأكسيديشن نمبر يعني واي بجماعة مع كمان هون يواحد واحد ضرب الأكسيديشن نمبر ناقص اثنين إيكوال لزيرو فبيطلع عندي واحد عفوا واي ماينس تو إيكوال لزيرو واي إيكوال لتو فالأكسيديشن نمبر للأم جي هي بلاس تو والأكسيديشن نمبر للأكسيجن هي ماينس تو طيب هلأ بدي برهن له أنا بعد ما برهن بس فتشتله على الوكسيديشن نومبر هلا بدي برهله هي إذا هي ريدوكس ريأكشن أو اوكسيديشن ريدوكشن ريأكشن بتطلع على الام جي ام جي سفر صارت هون بلاس تو معناتها بدي أشتغل بهاي بعمله هاك شو صارت بلاس تو شو صار فيها من الزيرو للبلس تو شو صار فيها عندي انكريز بس يكون عندي انكريز معناتها هي لوزز الالكترون هون مهمين تقريبا كمان حفظ بس المسهلين يعني كانت زيرو صارت بلاس تو يعني عاملت انكريز فهي لوزز الالكترون فمعناتها او او بتطلع بالأف اي هون بلاس ثري الى ف اي هون زيرو معناتها شو بدي أعمل بالبلاس ثري للزيرو شو صار عندي انكريز عفوا ديكريز ديكريز معناتها جينز الالكترون لما جينز الالكترون شو بصير Flea شو بصير اسمها الريدوكشن. هلأ طبعا هو مثلا بيقلنا لما يقل لي show that this reaction is a redox عفوا أو oxidation reduction reaction. ففيه كتابي بدي اكتبعنا. هلأ بيبقى عندي الOxygen. هوني minus 2. هوني minus 2. ما صار شي بالOxygen. ضلت نفسها هي زادة. فأنا بدي اشرح له. و بدي اقل له. عمين عم يحكي عالMG. شو صار فيها? كانت من الزيرو صارت plus 2. يعني increases increases from zero to plus 2. then أو مثلا so it undergoes oxidation. هاي شرح اول واحدة. هلأ ما نشرح عن l-fe. كمان. the oxidation number of fe. شو صار فيها? decreases. من وين ل وين? from كانت plus 3 صارت zero. from plus 3 to zero. فمعناتها so it undergoes reduction. هلأ. النتيجة شو هي? they أو this reaction this reaction forms أو is a redox reaction. وفيني شو يقول محر redox حسب شو سألني هو oxidation reduction reaction. هيك بيكون الشرح لل oxidation number أو لحتى برهن إنه هي oxidation reduction reaction. طيب بيجي بيقل لي هو سؤال بيقل لي write the oxidation half reaction. هيدا السؤال. السؤال التاني كمان write the reduction half reaction. كيف بعمل oxidation? من اللي عملت oxidation? احنا عنا الامجي. فأنا هيك بيكتبها بهيدا الطريقة. هلأ الأستاذي أنا مش عمعلمكم متل كأنه استاذ أو معلم يعني. عمعلمكم متل تلميذ لا تلميذ بس تتجيبوا علامات عندهم. أنا عندي الامجي شو عملت? هي عملت oxidation reduction فال oxidation half reaction هيك بيكون شكلة. ام جي تعطيني ام جي two plus plus two electrons شو عرفني ام جي two plus ما هو قال لي من الامجي شو صار فيها? ام جي كانت zero صار two أو plus two طيب هلأ لما يقل لي write the reduction half reaction reduction half reaction كيف بيكون مين هي العمل reduction ال fe فبقل له fe قديش ال fe عنا اياها plus three طلعت انا ال fe plus three plus three electrons تعطيني fe هيك بيكون شكل reduction half reaction السؤال التالث بيقل لي overall 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 reaction what is the overall reaction او write the overall overall بيكون جمعن لهؤل اتنين هلأ عندي انا هون two electrons هون عندي three electrons فكيف اول شي لازم عادل بيناتهم لحتى عادل بيناتهم لازم اضرب هاي الجيه هون بتلاتة بضرب هون بتلاتة لا لا لحتى يصيروا ستة بستة فهاي ال equation كله بضربها بتلاتة كل ال reaction بضربها بتلاتة بتصير عندي تلاتة امجي تعطيني تلاتة امجي two plus plus six electron نفس الشي التاني بده اضرب كل ال reaction بتصير عندي two two fe plus three او three plus plus six electron بيعطيني two fe هلأ هون اصار فيني شو اعمل روح six electron من هون six electron هي عادة بيكون جمعون شو بيصير عندي بحط ال reactant لحال وال product لحال بيكون في السهم عندي هون شو في عندي هون three m g plus two fe three plus وبالreaction شو في عندي three m g two plus plus two fe هيك بتكون ال over all reaction هلأ في سؤال صغير بعد بيقلنا مثلا which element مثلا which atom is oxidized او name the oxidized name او يعني كلمة بتلاقوا كلمة oxidized بالسؤال مين هو is oxidized فمين اللي عامل oxidation ال m g فمعناتها ال m g is oxidized مين عامل reduction ال fe فمعناتها ال fe is reduced طيب بيجي بيسألني name the oxidizing agent oxidizing بيكونه بالعكس يعني اللي عامل oxidized بيكون هو اسمه reducing agent هو اللي بس ببنحفظ يعني وعد تكرار بنحفظه بس تكرروا اه حل اسئلة واللي عامل reduced هو بيكون اسمه oxidized agent مش الحال تقريبا هيك ما عندي شي بعد زيادة لهيدا الدرس بيبقى عنا ال part 2 بالجافا نكسل اه ان شاء الله كمان بينزلوا اتنيناتهم على اليوتيوب وبيكونوا بخدمتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة